تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير بشأن إيران أعاد تسليط الضوء في إسرائيل على صوابية وفعالية سياسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيمين نتنياهو في التعامل مع إيران ومقاربة ملفها النووي وعلى وقع حديث خبراء بأن افتقار إسرائيل إلى الاستراتيجية في التعامل مع الملف الإيراني كان سببا رئيسيا في السياسة الفاشلة التي اعتمدتها إسرائيل في معالجة النووي الإيراني وجه رئيس الموساد السابق تامير باردو تقادات قاسية لنتنياهو وحكومته واتهمه بأن إدارته للأمور هي التي ساهمت في الجمود وكسر الدعم والتنسيق الأمريكيين مع إسرائيل فيما خص إيران باردو أشار إلى أن نتنياهو ارتكب خطأ استراتيجيا فادحا عندما قرر أن يكون في صراع مفتوح مع إدارتي أوباما وبايدن بشأن إيران وأنه بسبب سياسته التي ساعدت في دفع إدارة ترامب إلى الانسحاب من الاتفاق النووي تجاوزت إيران الآن مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وهو ما لم تكن إيران تحلم به وفي مقابل حديث مراقبين عن أن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يترك مجالا للشك بأن النجاحات التي كان يروج لها نتنياهو عن إنجازات المساد في إيران ليست سوى عرض كاذب حمل آخرون نتنياهو مسؤولية وصول إيران إلى ما وصلت إليه في برنامجها النووي وأشاروا إلى أن كل الحديث عن تصفيات وعمليات سرية وأمنية للمساد لم يكن أكثر من نجاحات تكتيكية دفعت الإيرانيين إلى تطوير برنامجهم النووي بالكامل محللون خلصوا إلى أن السياسة الإسرائيلية الفاشلة إزاء إيران جعلت تهران تسخر من إسرائيل التي تدعي وتوهم الإسرائيليين والعالم باهتمام مسادها بالبرنامج النووي فيما هي تخطو قطوات سريعة نحو القنبلة النووية أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين السابقين في مجال النفط بالإضافة إلى مؤسستين تجاريتين إيرانيتين وزارة الخزانة عللت قرارها بمراجعتها للعقوبات على الأفراد والمؤسسات التي تغير سلوكها وتسهم في تصدير النفط الإيراني وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على أفراد وشركات جديدة زعبت أنها تسهم في تمويل الحرس الثوري الإيراني وحركة أنصار الله في اليمن ترجمة نانسي قنقر